قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوين اخبار اليوم بعد رفض عرض سان جرمان امر بط على وشك مغادرة فيورنتينا والالتحاق بعملاق الدورة الانجليزية عاجل ملياردر سعودي يقدم عرضا خرافية لزياش للالتحاق بهذا الفريق فوز القجاع يخطف موهبة جديدة من هولندا والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار بعد رفض عرض باريسان جرمان امر بط على وشك مغادرة فيورنتينا والالتحاق بعملاق الدورة الانجليزية اكدت وسائل اعلام ايطالي ان نادي فيورنتينا الايطالي رفض العرض الذي تقدم به مسؤول نادي باريسان جرمان الفرنسية من اجل ضمي الدولة المغربية السوفيان امر بط وفق لدات المصادر فان نادي العاصمة الفرنسي عرض 25 مليون يورو للضفر بخدمات متوسطة للميدان المغربية وهو العرض الذي اعتبره الايطاليون هزيلا ولا يتمشى مع القيمة التسويقية للسوفيان امر بط خاصة بعد تألقه اللافت خلال مونديا القطر وتضيف المصادر ان نادي ليفيربول الانجليزية كتف خلال الساعات الماضية مفاوضاته مع مسؤول فيورنتينا المتشبتين بالحصول على 40 مليون يورو على الاقل حيث تشير التقارير ان الوصول الى اتفاق بين الطرفين بات مسألة وقت فقط في ظل قبول امر رابط حمل قميسي نادي ليفيربول وكان امر رابط قد استهل مشواره الاحتراف مع اوتريخت الهولندي في الفترة بين عامي 2014 و2017 ومنها انتقل الى فاينورد تومكلو بروش قبل ان يخود تجربة مع فيورونا على سبيل الاعارة في موسم 2019-2020 ومنها انتقل الى الصفوف فيورنتينا في ميركاتو 2020 وخلال هذه الفترة ظهر بقميس الفيولا في اكتر من 70 مباراة في مختلف المصابقات عجل ملياردير سعودي يقدم عارضا خرافيا لحاكم زياش للالتحق بهذا الفارق يسعى الملياردير السعودي ياسر الرميان من اجل التعاقد مع حاكم زياش لعب تشيس الانجليزية بعد تألقه مع المنتخب الوطني خلال انهائية كأس العالم قطر 2022 وحسب تقرر اعلامي انجليزية فانا نيوكاسل الذي يملكه الملياردير السعودي يسعى الى تخليص زياش من دكة الاحتياط بنادي تشيلسي ابتداء من المركات الشتوى المقبل ويستعد نيوكاسل الذي يبصم على مستوى جيد هذا الموسم في البريميرليغ وينافس بقوة على المراكز المؤهل لدور اطل اوروبا الموسم المقبل بعد استحواذ السعوديين على اسهمها يسعى لتقديم عارض رسمي لتشيلسي من اجل التعاقد مع نجم خط وسط الاسود حيث ذكر التقرر الصعفية بريطاني ان النادي الانجليزية سوف يلبي كل المطالب المالية لحكيم زياش وجاء عارض نيوكاسل بعد تصريح جراهام بوتر مدرب نادي تشيلسي الذي قال خلال مؤتمر صحفي بان اداء حكيم زياش الرائع في كأس العالم لا يضمن ان المهاجم المغربي سيحضى بمكان في الفارق الاول تشيلسي موشيرا الى ان نجم الاسود لن يفارق دكت الاحتياط في الوقت الحالي وتألق زياش رفقة المنتخب الوطني حيث لم يكتفي بلاعب دور المهاجم بل قام بادوار دفاعية كذلك الامر الذي اشهد به الرقراغي مبرزا ان اللاعبين كانوا متأكدين انه من الواجب علينا ان نعمل كمجموعة لهذا شاهدنا حكيم زياش وصفيا بوفال ويصفان صاري يؤدون ادوار دفاعية فوز القجاع يخطف موهبة جديدة من هولندا نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تأهيل موهبة ايكس مستردام الهولندي شاهين فان بوميل وتغيير جنسيتها الرياضية من الهولندية الى المغربية وبات شاهين فان بوميل صاحب الثمانية عشر عاما موهبة ايكس مستردام الهولندي بات جاهزا رسميا للدفاع عن الوان القميس المغربية وحسب مصدر جامع مسؤول فان شاهين حسم قرره باللعب لصالح المنتخب المغربية بعد تواصل ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم به وبوالديها وعرض عليه الانضمام للمنتخب بلد والدتها بعد ملعب في جميع الفئة العمري للمنتخبة الهولندية الصغرى وفقا للمصدر ذاتي فقد زار شاهين فان بوميل الموهبة الصعيدة بنادي ايكس الهولندي زار يوم الاثنين مركب محمد السادس لكرة القدم بالرباط رفقة والدتها وينحدر الشاهين من ابن هولندي وام مغربية شجعته على تمثيل بلدها على غرار ما فعله نجوم المنتخب المغربية القادمين من هولندا كحكيم زياش ونصير مزراو وكريم احمدي ومونير الحمداوي وسوفيا ونردين امرابط وغيرهم من اللاعبين المزدوجي الجنسي الذين فضلوا اللاعب لبلد الاصول واكدت المصدر ان اللاعب سيعزز صفوف المنتخب المغربي للشباب ثم في مرحلة اللاحقة سيلتحق بالمنتخب المغربي للأولمبيين لينضم مستقبلا الى المنتخب الاول اذا اثبت حقيته بذلك وافرد موقع اجاكس شو تايم المتخصص في اخبار ايكس مستردام مقالا مطولا عن الموهبة فان بوميل بداية الشهر الجارية قبل ان يختار الشاهين اللاعب للمغرب وجاء فيها يحاقق الظاهر الايصر لفارق ايكس تحت 18 عاما تقدما رائعا هذا الموسم انه صغير لكنه ضليع تقنيا اسلوبه في تسديد الاستثناء سواء على الارض او في الهواء كما انه يسجل بانتظام من الركلات الحرة ويلعب على الجهة اليسرى بالكامل ولديه شعور جيد باختيار اللحظات التي يهجم فيها انه موهبة متيرة للاهتمام ويجب متابعتها ويلعب فان بوميل في راديف ايكس مستردام في مركز الظاهر الايصر وهو المركز الذي بات يؤرق المديرين الفنيين للمنتخب المغربي في السنوات الماضية قرارات جديدة في الجامعة بعد فضيحة تذاكر المونديال يستعد المكتب المدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعقد اجتماع سيشد اجراء تعديلات على تشكيلة المكتب بعد فضيحة تذكر مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم وحسب مصادر اعلامية فان فوز القجع رئيس الجامعة يستعجل عقد هذا الاجتماع لاجراء تغييرات على مستوى تشكيلة المكتب الجامعية من خلال اعفاء بعض الاعضاء وتعين اعضاء جدد ووضحت نفس المصادر ان هذه الخطوة جاءت مباشرة بعد الاستقبال الكبير الذي خصصه الملك محمد السادس للاعب المنتخب المغربي واعضاء الاقوم التقنية والطبية والادارية والذي شهد استبعاد اعضاء من المكتب المدير للجامعة وردت اسماؤهم ضمن شبهات الاتجار بالتذاكر المخصص للجمهور المغربي بقطار خلال المونديول بعد توجيهات علية توصل بها فوز القجع ويرتقب ان يتم اعفاء الاعضاء الذين يشتبه في تورطهم في فضيحة التذاكر من مهامهم داخل المكتب المدير للجامعة علما ان مواقع من احداث في مطر الدوحة واحتجاجات الجمهور المغربي بسبب التذاكر تسبب في غضب الجهات العليا في الدولة خصوصا بعد الاتصال الذي جار بين وزير الداخل القطري ووزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا والذي انتهى بالغاء سفر سبع طائرات مغربية من الدار البيضاء الى الدوحة اليكم مشاهدين اهم عنوين اخبار اليوم بعد رفض عرض سان جرمان امر بط على وشك مغادرة فيرونتينا والالتحاق بعملاق الدور الانجليزي عاجل ملياردر سعودي يقدم عرضا خرافية لزياش للالتحاق بهذا الفريق فوز القجاع يخطف موهبة جديدة من هولندا اشتركوا في القناة